الاقتصادي للعمل السياسي الحديث عن هذا البازار وهذا المشروع تنضم إليه بالاستوديو بيسان أبو جياب منصقة مشاريع طاقم شؤون المرأة صباح الخير صباح الخير ساندرا عالين بداية سيكون تقرير عن هذا البازار ثم نعود لنستكمل حديثنا في الاستوديو ابقوا معنا بازار منتجات نساء بلدي ضمن مشروع التمكين الاقتصادي للعمل السياسي تم افتتاحه من قبل طاقم شؤون المرأة بالشراكة مع مؤسسة دياكونيا بالتأكيد اليوم نشهد بزار فلسطيني وطني مميز نشهد فيه اليوم مجموعة من التعونات النسائية والتعونات الشبابية التي هي بالتأكيد تحاكي تراطنا الفلسطيني المنتثر الذي أصبح مغيب عن أجيل الفلسطيني الحديث الآن نشهد الكثير من الأعمال اليدوية الخاصة العمال النسائية الخاصة بالأكل والطعام الخديم الذي أصبح أيضا لا يعلمه به الجيل الخديم المشغولات اليدوية من أتواب الفلسطينية التي تحاكي كل المدن الفلسطينية نشهد أيضا مجموعة من التعونات التي تخلق فرص عمل جديدة للنساء والشباب والأسر الفقيرة المرأة نصف المجتمع فإن أثبتت المرأة نفسها استطاعت أن تربي أجيالا قوية قادرة على نقل قضيتها وهذا ما هدف إليه البازار نحن نستائعيننا الحمد لله نحن فائقة بس بدها حدا يعني يتبنى فعاليات وأنشطة تخللات البازار حيث الدبكة الشعبية والفلكلور الفلسطيني عدا عن المأكولات والمطرزات التي نسجت بأيد فلسطينية لنساء فلسطينيات هي محاولة رائعة لتمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا في المجتمع من خلال تعزيز التراث الفلسطيني وإثبات هويته لبرنامج فلسطين هذا الصباح أسماء الودية غزة عودة مجدد أعزائي المشاهدين لستكمل ما تبقى من فقرتنا لهذا الصباح مع الأستاذ بيسان أبو جياب بداية نحكي شوي عن مشروع التمكين الاقتصادي لعمل السياسي الذي نضم من خلاله هذا البازار طاقم شؤون المرأة ينفذ مشروع التمكين الاقتصادي للعمل السياسي بالشراكة مع مؤسسة الدياكونيا للسنة الرابعة على التوالي من خلال هذا المشروع نستهدف الجمعيات التعاونية النسوية بالذات التي ترأسها النساء من خلال تمكين النساء بعدة برامج لها علاقة بتمكين وبناء قدرات من أجل إدماج النساء في الحياة السياسية حيث أن من رؤية طاقم شؤون المرأة وأهدافه هو تمكين النساء اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا من أجل تعديل الأدوار النمطية التي يحصرها المجتمع فيها ولجهة التعددية والشراكة بين المرأة والرجل وإرساء مبدأ الشراكة والتعددية بين المرأة والرجل من خلال هذا المشروع قامت طاقم شؤون المرأة بتمكين عدة برامج لها علاقة بتمكين وبناء قدرات من موضوع التمكين الاقتصادي من خلال مهارات التسويق تحديد الاحتياجات السوق المحلي إدماج النساء في تحسين منتجاتهم في السوق المحلي من أجل أن تنافس المنتجات المتواجدة في السوق من خلال المنتج الذي هو يصنع بأيدي نسوية بامتياز نعمل من خلال هذا المشروع للسنة الرابعة على التوالي بتمكين وبناء قدرات أيضا من أجل تمكين النساء بقيادة مبادرات مجتمعية وقيادة مبادرات لها علاقة بالتمكين السياسي أيضا لإدماجهم في الحياة السياسية إدارة المشاريع الصغيرة ماليا وإداريا من حيث الصادر والوارد وكيفية إعداد الموازنات لهذه التعاونيات في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة والانقسام وما يعانيه قطاع غزة صراحة من عدوانات متكررة وأوضاع اقتصادية متردية ووجود تزايد عدد كبير لأعداد الخريجين والخريجات وبالذات في قطاع الشباب والشابات لذلك هدف طاقم شؤون المرأة من خلال هذا المشروع على التكريس والتأكيد على أهمية إبراز وإدماج دول المرأة في سوق العمل وأن تكون شريكة للرجل وأن تكون من الرياديات الأعمال في المجتمع الفلسطيني نعم نتحدث طيب عن طبيعة هذه المنتجات التي عرضت بهذا البازار سراحة هذه السنة الثالثة على التوالي التي ينفذ طاقم شؤون المرأة البازار لسنة الثالثة على التوالي المنتجات لها علاقة بموضوع التطريز التصنيع الغذائي الأكلات الفلسطينية الشعبية القديمة والحديثة أيضا وأيضا لها علاقة بموضوع الحرفية والمطرزات الحديثة في هذا البازار تميز البازار هذه العام أن كل المنتجات هي نسوية بامتياز وأيضا أخرطنا الشابات المشاريع الصغيرة للشابات الخريجات المبدعات وصراحة ساندرا لا تتخيل كمية الإبداع لدى الشابات والفتيات من ناحية الحراف والأشغال اليدوية أكثر ما لفت انتباهك في هذه المنتجات لهذا العام المنتجات التي عرضت في هذا البازار هناك منتجات لفتت نظرك دون المنتجات الأخرى هذا العام صراحة هذا العام كان هناك العديد من الإبداع في كيفية تنسيق الألوان وكيفية الرسم والإبداع منه الرسم على الخزف منه الرسم على الخشب منه التطريز بطريقة مميزة وإدخال الحديث مع الحفاظ على التراث الوطني الفلسطيني في موضوع التطريز الفلسطيني وتراثنا وأيضا إدخال المنتجات والمصنوعات الجديدة من إكسسوارات لها علاقة بإكسسوارات والشنط والمعلقات والأشياء الحديثة وإبداعات الصبايا من خلال إدخال أنواع من التكنولوجيا والرسوم والفن والنائش بهذه المواضيع لذلك نحن في خلال هذا المشروع وهذا البازار عمدنا على أيضا إدماج الشابات وتشجيع المشاريع الصغيرة من أجل أيضا حشد الدعم أيضا لهم من المؤسسات الدولية المانحة وأيضا الجهات الرسمية من أجل أخذ بعين الاعتبار أهمية ألفة الانتباه إلى الجمعيات التعاونية النشوية بالذات التي ترأسها نساء والاهتمام فيهم من ناحية الإجراءات الرسمية والقانونية أيضا وإقرار قانون التعاونيات لحماية هؤلاء النساء وحماية حقوقهم في ظل سوق العمل يعني بالحديث عن هذا البازار وهذه المنتجات الكثيرة في البازار كم استغرق منكم وقت للتحضير لهذا البازار سراحة ساندرا الجمعيات التعاونية الشريكة مع طاقم شو المرأة من خلال مشروع التنكيل الاقتصادي للعمل السياسي لأربع سنوات نحن نستهدف النساء المهمشات بكافة مناطق قطاع غزة النساء التي تعيل أسر أيضا وهي تعيل أسر من أجل تحقيق إنعاش اقتصادي لهذه الأسر وتحقيق التنكيل الاقتصادي وفعلا هناك ساندرا العديد من قصص النجاح التي شكلت خلال فترة تنفيذ المشروع من خلال النهوض بواقع هذه التعاونيات من خلال البرامج التي قدمها طاقم شؤون المرأة من باب الدعم وتمكين النساء من النواحي التمكيل الاقتصادي وتحديد احتياجات سوق العمل وكيفية تطوير حتى المنتجات بشكل عملي ومهني لتنافس المنتجات ما أكثر ما لفت انتباك في الحديث عن موضوع اللي هو أكثر يعني شيء لفت نظرك بحاجة له النساء هنا في قطاع غزة التسويق أكثر ما يعانيه النساء بالذات الجمعيات التعاونية النسوية جميع المنتجات التي عرضت في البازار والتي يعمل عليها وينتجها النساء هي فعلا منتجات متقنة وعلى جودة عالية وبأيدي نسوية بامتياز وهي فعلا على كفاءة وجودة عالية أن تنافس المنتجات المتواجدة في السوق المحلي لذلك نحن نشجع من خلال هذه البازارات والعمل على تطوير عمل وإنتاج هؤلاء النساء من خلال أيضا التدريب العملي أيضا من طاقم شؤون المرأة عمل على تدريب النساء بشكل عملي على تحسين جودة المنتج والتعبئة والتغليب والخروج هناك مدربين خاصين في هذا الموضوع يدربوا هؤلاء النساء على إعادة رفع منتجاتهم بشكل أفضل صحيح كان هناك خلال فتح التنفيذ المشروع تدخل لطاقم شؤون المرأة على مستوين المستوى العملي والمهني وأيضا المستوى النظري حيث تم تدريب النساء من خلال خبراء من المدربين والمدربات بشكل عملي داخل التعاونية لجميع العاملات داخل التعاونية على كيفية تحسين المنتج تطوير المنتج وأيضا كيفية إدخال المواد الصحية في المنتجات لمرضى السكري ومرضى الضغط أن تكون هذه المنتجات هلثة بهذا الجانب وأيضا تحسين التعبئة والتغليف وتحسين جودة المنتج من الخارج أيضا من أجل أن ينافس من الداخل ومن الخارج من أجل أن ينافس المنتجات الموجودة وفعلا هناك بعد تدخل طاقم شؤون المرأة لمدة أربع سنوات من خلال تمكين وتطوير أداء هذه التعاونيات فعلا هناك قصص نجاح سجلت أن هناك عدد من التعاونيات قد حصلت على تمويل وحصلت على منح من أجل تطوير منتجاتها ووصلت إلى تمثيلهم في مؤتمرات وبزارات عربية ودولية أيضا من المحافظ بدأت من طاقم شؤون المرأة لأن استقلوا بأنفسهم واستطاعوا أن يفتح مشاريع خاصة بهم كيف كان الإقبال على البزار ومنتجاته هل كان فيه جمهور كبير في هذا البزار اشترت شيء من هذا البزار سراحة ساندرا خلال فترة التحذير نحن منذ أشهر نحن نحضر لهذا ولم يأتي توقيت هذا البزار سراحة هو عبة أو شيء توقتنا كطاقم شؤون المرأة تنفيذ هذا البزار قبل شهر رمضان الفضيل من أجل تعزيز شراء هذا المنتج من هذه المنتجات النسوية من أجل أن تنافس السوق المحلي وتشجيع أيضا شراء هذه المنتجات لنساهم أيضا في دعم هذه النساء ونساهم أيضا في تشجيعهم من أجل إخراطهم في سوق العمل وأن يكوننا رياديات ولهن مكانة مجتمعية نحن أيضا نعمل على تعديل الأرماط التي تحصر بها النساء وأيضا تحقيق العدالة الجندرية في سوق العمل في ظل واقع التهميش والمجتمع الذكوري الذي تعاني مرأة لستستطيع أن تعمل أي شيء وأن تسخل في أي مجال هذا هو الأساس في هذا المشروع صحيح صحيح نعم ما أهمية إقامة هذا النوع من بزرات في قطاع غزو مدى على قطاب النهوض بالمرأة الفلسطينية في العمل السياسي أولا هدف المشروع هو أيضا تمكين النساء اقتصاديا صحيح ولكن أيضا النهوض بواقعهم السياسي ووصولهم لمراكز صنع القرار وتعزيز مكانتهم حيث المرأة الفلسطينية لها باع منذ ثورة الفلسطينية وهي شريكة جنبا إلى جنب مع الرجل هي شريكة في النضال أيضا يجب أن تكون شريكة في صنع القرار وأيضا من باب التوجه ورؤية الطاقم أن تكون هناك تمكين اقتصادي وإنعاش اقتصادي وأن يتم إدماج النساء في سوق العمل لأن هذا سيحدث تطور وتنمية في تنمية المجتمع الفلسطيني لما له من أهمية وتحقيق العدالة الجندرية في سوق العمل بين المرأة والرجل في ظل التهميش والفقر حيث أنه تم تأنيذ الفقر وفعلا هناك العديد من الأسر التي تعيلها نساء في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والصحية المتردية والسياسية بالذات التي يعاني منها الوضع في قطاع غزة وظل الانقسام والحصار وأفيدك ساندرا أن فعلا هذه التعاونية سجلت قصص نجاح في ظل العدوانات المتكررة والتدمير للبناء التحتية في قطاع غزة وفعلا تأثرت عدد من التعاونيات الشريكة معنا ولكن هنا تحدينا فعلا عندهم العزيمة والإصرار أن يستمروا في الإنتاج وفعلا وحداتهم رجعت وقفت وساعدناهم وساندناهم أيضا من أجل النهوض بواقعهم ومن أجل الاستمرار في عملهم والإنتاج وتحقيق الإنعاش الاقتصادي لهم ولأسرهم أيضا نعم يعني عادة الشرائح العمرية أنه اللي بتوجه لها أنتو كطاقم شؤون المرأة المرأة التي تعوي الأسرها المرأة الفقيرة عادة ولكن هذه المشاريع بالذات هل توجه للصبايا الصغار الخريجات بما أنهم هم اللي بأول طلعتهم الآن من خلال استهداف طاقم شؤون المرأة نحن نستهدف 20 تعاونية في قطاع غزة وهذا المشروع ساندرا ينفذ أيضا في طاقم شؤون المرأة في الضفة الغربية أيضا المشروع ينفذ في الضفة الغربية وفي قطاع غزة مع الجمعيات التعاونية النسوية في نفس الأنشطة ونفس البرامج ونفس التدخلات ولكن الآن صار في توجه عنا أيضا من أجل إدماج الشابات والخريجات والمشاريع الصغيرة لأن هناك فعلا في ظل البطالة وعدم توفر فرص عمل وتزايد أعداد الخريجات بالذات وعدم استيعاب سوق العمل الفلسطيني للأعداد والتخصصات المتواجدة هناك توجه لدى العديد من الشابات وأيضا الممولين والمانحين هم هناك توجه لدعم المشاريع الصغيرة وتعزيز مكانتها وفعلا إحنا الآن من هذا البازار قد استهدفنا العديد من الصبايا التي لديهم مشاريع صغيرة لها علاقة بالإبداع أيضا وأدمجناهم في هذه المشاريع الصغيرة من أجل تسجيعهم أيضا وتحقيق العدالة الجندرية وتحقيق المكانة المجتمعية والاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي أيضا وتشغيل هؤلاء الفتيات في سوق العمل الفلسطيني في ضل الرقود الاقتصادي والمنتجات المنافسة في السوق الفلسطيني وبالذات المنتج الإسرائيلي الذي يحارب المنتج الفلسطيني كيف يعمل طاقم شؤون المرأة على النهوض بهذه المنتجات الفلسطينية وتسويقها بشكل أكبر من ما هو موجود سراحة طاقم شؤون المرأة أيضا يعمل على التدخل مع المؤسسات الدولية المانحة من خلال تعزيز دور هؤلاء الجمعيات التعاونية الشريكة ومن خلال عدة برامج بأهمية تمويل هذه المشاريع الصغيرة والنهوض بواقعها بالذات في ظل الركود الموجود وفي ظل المنافسة لذلك نحن نعمل من خلال استمرار سنوي لهذا البازار لتشجيع المنتجات النسوية وأيضا تشجيع شراء وتشجيع المنتج الوطني ومنافسة هذه المنتجات للمنتجات الأوروبية المختلفة المتواجدة في السوق المحلي لدرجة كفاءتها وأيضا أهميتها وتشجيع المنتج للنهوض أيضا بواقع النساء أولا وأيضا النهوض بواقع الاقتصاد الفلسطيني المتردي والأوضاع الاقتصادية المتردي هذا بالنسبة للنساء بالنسبة للمؤسسات التي تساعد هذا النوم المشاريع ولكن بالنسبة للنساء المرأة هنا تستطيع أن تدير بيتها بشكل جيد تستطيع أن تعرف ما هي المنتجات التي تريد أن تشتريها أو تقطنيها في البيت هل توجه هناك نصائح أو هناك دورات توعية للنساء بهذا الجانب أنه ضرورة أنه ما تشتروا بضائع إسرائيلية تشتروا منتج فلسطيني شجعوا بعضكم البعض في هذا المنتج هذا منتج أفضل هذا صحي أكثر هذا أرخص ربما من المنتج الإسرائيلي صحيح فعلا المرأة هي التي تتحمل الأسرة والتي تكون قائدة الأسرة في البيت فعلا هناك توجهها هذا وعي وثقافة على فكرة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية تأتي من الوعي من الأسرة الوالد والوالدة أولا وفعلا هناك نشر للوعي والآن أصبح هناك زيادة في الوعي من أجل محاربة المنتجات الإسرائيلية والأوروبية المختلفة المتواجدة في السوق المحلي وتشجيع المنتج الوطني وبالذات المنتجات الوطنية التي يقوم بإنتاجها النساء والتي تحتوي على جودة عالية وكفاءة عالية وأيضا أسعار منافسة ساندرا في السوق حيث أسعار المنتجات النسوية هي بسعر أقل من المنتجات المتواجدة وبجودة أعلى وأفضل ومن باب تشجيع من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي لهؤلاء النساء وإعالة أسرهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في هذا الجانب وبالفعل هناك زاد الوعي بهذا الجانب وهناك فعلا تشجيع حيث بالأمس كان في البازار العديد من أصحاب المولات التجارية وجهنا لهم الدعوة ومشكورين فعلا استجابوا وأتوا من الغرفة التجارية أصحاب المولات الكبيرة في قطاع غزة أتت من أجل شراء هذه المنتجات وتشجيعهم بالذات على وجه شهر رمضان الفضيل ودعم هذه المنتجات من خلال شراءها النسوية بامتياز وفعلا لبوا الدعوة ومشكورين وهناك أيضا العديد من التشبيك كان بالأمس مع المولات وأيضا بين المولات والجمعيات التعاونية وأيضا بين الجمعيات التعاونية النسوية وبين المؤسسات الدولية لجهة دعم هذه المنتجات بعد ما رأوا جودتها والإبداع أن نسوي فعلا في هذه المنتجات نتمنى طبعا هذه المنتجات يتم تسويقها بالشكل الجيد والفعل أن هذه المنتجات هي أفضل بكثير من أي منتج موجود وهي آمنة أكثر بالتأكيد لأستاذي بحسان أبو جياب ونسقت مشاريع طاقم شؤون المرأة في غزة أشكر حضورك معي وأتمنى لكم كل التوفيق في هذا البزار أشكر أكساندرا شكرا لأيكم لتلفزيون فلسطين إلى هنا مشاهدين الكرام ننتقل وإياكم لأستوديوهاتنا في رمالة نستكمل باقي فقراتنا هناك مع الزملاء دايكم زملائي شكرا لك أكيد زميلتنا ساندرا ويسعد صباحك مرة أخرى أنت وضيفتك العزيزة ونحن نواصل صباحنا هذا من فلسطين هذا الصباح نروح لفاصل وبعد أكيد منتابع محطتنا قو معنا اشتركوا في القناة 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 تحية صباحية لكم زملائي ولمشاهدين الكرام والرئاسران البواسل قابعين خلف قطبان اشتركوا في القناة 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 there are وكان معظم أهل الظهرية يبطلون هذه الأحياء طبعا مع مرور الزمن وتوسع العمراني انتشرت الأهالي انتشروا في أماكن عديدة من نواحي في البلدة ومن ثم أصبحت تهجر شيئا فشيئا وأصبحت مهجورة للأسف حتى جاءت بعض المشاريع للترميم وطبعا بجهود بلدية الظاهرية بالتعاون مع مؤسسة رواق جاءوا وعملوا اتفاقيات على أساس ترميم ورمموا أجزاء ولكن لم يكتمل الترميم الأجزاء كثيرا ما زالت بحاجة إلى ترميم وظهار البلد بمظهر حضاري يدل على عمقها التاريخ وعمقها التراثي سيد راتب كانت هذه البلدة القديمة في الظاهرية فارغة من السكان فارغة من المؤسسات ما هي الخطة التي عملت بها أهالي المدينة أهالي مدينة الظاهرية أهالي المؤسسات من بلدية الظاهرية وغير ذلك لإعادة المؤسسات إلى قلب البلدة القديمة نعم طبعا جهود مشكورة للبلديات السابقة نعم في مدينة الظاهرية حيث أنه قد أعادوا جزء من المؤسسات والمكاتب الخدماتية إلى جزء من هذه البلدة ولكن كما ترى أجزاء كثيرة لم تستغل حتى الآن سنعمل إن شاء الله في المستقبل الخريب على الجلب نعم لديكم خطة لتأهيل وإعادة المؤسسات إلى هذه المكان حدثنا عن هذه الخطوة سيد راتب نعم سنعمل أولا استكمال الترميم في المناطق التي لم ترمى بعد ونجهزها لكي تكون متكاملة مع بضياء حتى نجعل الصورة متكاملة بالنسبة للترميم وبالنسبة للمنظر العام للبلد القديمة ثم نعمل برنامج لعمل زيارات بيدانية للمؤسسات ورؤساء المؤسسات حتى نطلهم على أهمية هذه البلدة وجلبهم ومساعدتهم للقدم للبلدة واستغلال كل جزء فيها حتى نبعث الحياة من جديد في هذه البلدة أشكركم سيد راتب رئيس بلدية الظهرية على هذه التفاصيل إذن هنا في هذا المكان نشتم كما ذكرنا رائحة التاريخ رائحة الخضارة رائحة الأباء والأجداد في هذا المكان هذه المنطقة مشاهدين الكرام هي مركز تجاري هام لمحافظة الخليل حيث أنها تربط النقب الصحراوي بمحافظة ومدينة الخليل نتحدث عن الوضع الاقتصادي في البلدة القديمة مع الدكتور جلال المخارزي وهو رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل أهلا بك معنا دكتور في هذه التغطية وبرنامج فلسطين هذا الصباح ويسعد صباح صباح الخير إلك ولكل كل المشاهدين الكرام صباح الخير لأهلنا في النقب المتسوقين في أسواق الظاهرية بالنسبة للبلد القديمي تعتبر البلد القديمي هي واحد من الموروث الحضاري التاريخي الأثري المهم لهذه المدينة وبعتقد أنه من الناحية التجارية لابد من تنشيط السياحة إلى هذا المكان إحنا في الغرفة التجارية عاملين برنامج تطبيق اسمه دلني وهذا البرنامج سوف يأتي على الخارطة من خلال برنامج الـ GIS والوصول إلى الأماكن الأثرية في الظاهرية بشكل شخصي من خلال تطبيق موجود على جوجل أو على البرامج الموجودة على هذا هواتف الذكية والهواتف النقاري نعم يعني دكتور جلال يعني كمان تحدثنا عن الوضع الاقتصادي كيف كان الوضع الاقتصادي في السابق وهذا المركز سوق يعني تجاري هام لمحافظة الخلال حيث كما ذكرنا يربط الجنوب بالشمال يعني كيف الآن بعد ترميم هذه البلدة القديمة وكيف هي خطتكم في الغرفة لتطوير هذا الوضع الاقتصادي يعني بأتقادي أنه الظاهرية كان سابقا تقوم على سوق بداي يعتمد على الزراعة بشكل خاص ويعتمد على المنتجات وتسويقها هذه المنتجات الزراعية البسيطة أما الآن فهو سوق واسع ومتعدد وفيه إمكانيات هائلة جدا وباعتقادي أنه يمكننا تطوير هذا السوق بحيث يصبح جاذب أكثر ولابد من توفير بعض النشاطات مثل يعني وجود مكان للراحة والنوم يعني فندق أو هستل كثير من الأشياء المطلوبة في تنظيم هذا السوق بتوفير الخدمات توفير الكراجات توفير الإمكانيات من مطاعم من خدمات سياحية قادرة على الاستجابة لمتطلبات السياحة أيضا في عنا إشي مهم وهو السياحة الصحية أو مصطلح على تسميته وفي الظاهرية بالذات هذه المنطقة تتمتع بمناخ جاف هذا المناخ الجاف يعني مناسب لكثير من الناس الذين يعانون بعض الأمراض مثل أمراض الأسمى ويمكن جلب سياح من الدول الإسكندنافية أو الدول الأوروبية للبقاء في هذا المكان وهذا سينعكس على صحتهم بشكل إيجابي أيضا هذه المنطقة فيها مناظر طبيعية وفيها أيضا مواقع سياحية أخرى مثل عناب الكبيري اللي فيها أيضا يعني كنيسي كبيري يمكن ترويج وتطوير مسار سياحي يشمل الخليل والمناطق المحيطة في الخليل أشكرك الدكتور جلال المخيرز رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل هذا المكان أيضا مشاهدين الكرام هناك أكثر من 900 مبنى في هذا المكان يضم المساجد والكنائس وغيرها تم ترميمها وإعالة تأهيلها في هذا المكان ضمن الجهود المبذولة من كافة المؤسسات في مدينة الظاهرية وتحديدا قطاع الشباب كان لهم دور هام في هذا المكان في هذا التراث القديم لإحيائه معنا للحديث عن دور الشباب والخطط المستقبلية للشباب السيد بهاء إسليمية وهو بهاء قسية عفوا وهو مسؤول قطاع الشباب وعضو مجلس بلدي سابق في بلدية الظاهرية أهلا ومارحبا بك معنا في برنامج فلسطين هذا الصباح ويسعد صباحك صباح الخير إليك وصباح الخير لجميع المشاهدين عبر فضائية فلسطين يسعد صباحك دور الشباب في هذا المكان في تطوير هذا المكان دور المبادرات الشبابية وكيف هي الخطط للمزيد من التقدم والمزيد من الحفاظ على هذا الموروث الثقافي والحضاري حقا في البداية أحب أن أولى موضوع مهم أن أعمالية حياء البلد القديمة ليس فقط بموضوع الترميم نحن تم ضخ ملايين الشواغل في هذا المكان ولكن الأهم من هذا الموضوع كيف سيتم استغلال عادة ترميم هذه المباني في خلق حياء داخل هذه البلد القديمة لا يكفينا أن نقول أن هذه البلدة تم ترميمها أنا بصفة عضو مجلس بلدي سابق وكنا متابعين لهذا الموضوع وقطاع الشباب الكل يطمح إلى أن نرى حركة سياحية في هذه البلد القديمة مع الأسف أنه أنا كمان من خلالكم من خلال تلفزيوننا الوطني بحب نوصل رسالة كمان لوزارة السياحة أن هذا المكان يشكل 2.5 من الموروث الثقافي الحضاري الفلسطيني وبمعنى أن يجب العمل على إحياء هذا المكان من خلال مبادرات شبابية من خلال مبادرات شبابية من خلال العمل على إحياءه من خلال إعادة إحياء السوق القديم في هذا المكان وبالتالي نحن كقطاع الشباب نطمح أن يكون في هناك تعاون ويكون في هناك دعم للعديد من المشاريع التي تمس قطاع الشباب من خلال إعطاءهم محلات ربما تكون مجانية إعفاءهم من بعض الرسوم المطلوبة للبلدية من خلال فتح تخصصات معينة أو محلات معينة ذات طابع كل له علاقة بتخصص وبالتالي نعمل لإحياء هذه البلد القديمة المكان الآن نحن وقفين على هذا المكان يوجد به غرف جاهزة تحمي مطبخ صغير تحوي على شوارات تحوي على أيضا مكان للنوم وبالتالي مطلوب الآن فعليا حتى لا نقول أننا ضخينا مليون الشواكل هدرا مطلوب إعادة إحياء هذه البلد القديمة مطلوب من البلدية الجديدة والغرفة التجارية تحويل مسار الحركة لإخواننا من النقب أثناء دخولهم لهذه المدينة من خلال هذا المكان حتى يتم إعادة فتح هذه المحلات وبالتالي لن نقول أننا حققنا إنجاز نعم هو إنجاز أن ترىها مرممة هو إنجاز أن نبتعد أنها كانت مكبلة نفيات صحيحة ولكن الإنجاز الأكبر والأعظم أن يستغل هذا المكان بالفعل نعمل حركة تجارية حركة نشطة نفتح مكان لقاءات ربما يكون فيه منتد ثقافي وبالمناسبة فيه هناك عمنا شغلين على أن نعمل ملتقى الشبابي في الظاهرية سنتخذ من هذا المكان مقرا له هذا الملتقى سيجمع الشباب من كل هذه المدينة لعمل مبادرات ولمساعدة المؤسسات والوقوف إلى جنبها كغطاع الشباب مهم داعم لأي نشاط بتم العمل عليه داخل هذه المدينة أشكرك على هذه المشاركة ويسعد صباحك مشاهدين الكرام إذن أنماط معمارية رائعة في هذا المكان يعني أهالي الظاهرية يسعون لتطوير هذا المكان والحفاظ عليه من الاندثار كما ذكرنا هنا رائحة الأجداد والأباء نجتمها ونحن نقف في هذا المكان نتمنى التطوير بشكل أكبر كما تحدث لنا سيد قيسية من خلال الشباب ورابطة شباب الظاهرية للحفاظ على هذا المكان وهو رد واضح للإجراءات الإسرائيلية الهادفة لطمس الهوية العربية والإسلامية في كافة أرجاء الوطن مشاهدين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفقرة المسجلة من مدينة الظاهرية ومن البلدة القديمة نكون بهذه اللحظة نعود وإياكم إلى زملاء في استوديوهاتنا في مدينة رمال أشكركم على طيب المتابعة وفي أمان الله نعم زميلة ساري العوابي شكرا لك على هذه الإطلالة الصباحية والتي كنت فيها في فقرة مسجلة من مدينة الظاهرية ونحن نواصل هذه التغطية الصباحية ومباشرة سنكون نورا في هذا الصباح مع استوديو الأخبار وتحديدا لنقل وقائع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيت لحم موضوع